بنود جديدة وضعت على طاولة المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وهذه البنود هي تضع العراق في موقف صعب وصعب للغاية هذه التفاصيل نشرت قبل 48 ساعة من الآن من قبل مجلة بولوتيكو الأمريكية التي طلعت على نص المسودة التي قدمها هذا الرجل جوزب بوريال مسؤول السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي الرجل قدم مسودة للولايات المتحدة الأمريكية ولإيران من أجل إنجاح المفاوضات النووية للعودة للاتفاق النووية الذي تم الاتفاق عليه في عام 2015 النص الذي طلعت عليه مجلة بولوتيكو الأمريكية يوضح أن في هذا النص المقدم للدولتين بأن هذا النص ينص حقيقة على أن أي شخص إن كان أوروبيا شركة أوروبية أو غير أمريكية أو من أي دولة أخرى لها الحق في عملية التعامل التجاري والتعاملات التجارية مع أي كيان إيراني حتى وإن كان هذا الكيان الإيراني لديه تعاملات مع الحرسة الثورية الإيرانية وبأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تقف ضد هذه التعاملات التجارية على شرط أن يكون هذا الكيان الإيراني الذي نتحدث عنه ألا يكون هناك شريكا موجودا في هذا الكيان في هذه الشركة في هذه المؤسسة شريكا هو تحت العقوبات الأمريكية بشكل آخر وبشكل مختلف إذا ما وضعنا العراق كسيناريو لهذه المسألة ولهذا الشرط فإذا كان هناك رجل أعمال عراقية أو شركة عراقية وحاول التعامل مباشرة مع شركة إيرانية لديها تعاملات مع الحرسة الثورية الإيرانية مستمرة وليس هناك شريك أساسا في هذه الشركة تحت قوائم العقوبات الأمريكية فأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تضغط على رجل الأعمال هذا أو الشركة العراقية أو المؤسسة العراقية التي تقوم بهذا التعامل وحتى البنك المركزي العراقي لن يكون تحت الضغط إذا ما كان الاتفاق بهذا الشكل إلى درجة أن مسؤولين أوروبيين تحدثوا إلى مجلة بوليتيكو الأمريكية وجدوا بأن هذا السيناريو سيكون مخيفا وصعبا للغاية لسبب مهم للغاية بأن الحرسة الثورية الإيرانية في ظل هذا الاتفاق إن تم بهذا الشكل فإن من الممكن له فتح شركات وهمية وجعلها وكأنها شركات لديها تعامل مع الحرسة الثورية الإيرانية وتتعامل بشكل مباشر مع العراقيين مع السوريين مع اللبنانيين مع الأوروبيين وطبعا يتحصلون على مئة بالمئة من الأرباح وبشكل مباشر بدلا من أن تكون مستقطعة أو بسبب تاريخ لمعاملات مختلفة وبالتالي ستكون أموال مباشرة لهم ولن يكون هناك معنى للولايات المتحدة الأمريكية وعقوباتها على الحرسة الثورية الإيرانية وهذا الذي يضع العراق تحت المطرقة في هذه المسألة لأن مثل هذا السيناريو فإن إيران ستستغله في عملية تعزيز نفوذها بحسب طبعا مجلة بوليتيكو وعدد من الخبراء الأمريكيين سيعززون تواجدهم في العراق سيزيد من نفوذهم خاصة وأن علينا أن ننتبه إن العودة للاتفاقية النووية ستوفر مباشرة لإيران مئة مليار دولار وبالتالي تعزيز التواجد هنا في الداخل العراقي في ظل هذا الاتفاق في حالة أن هذا الاتفاق النووي إن تم طبعا وفشل لسبب ما بسبب إدارة أمريكية قادمة إدارة جمهورية أو أي إدارة أخرى فإن إيران قد عززت وجودها في الداخل العراقي وعندما تبدأ هذه الإدارة التي تقرر في الانسحاب من الاتفاق النووي ستقوم بالضغط على الشركات العراقية وعلى المؤسسات العراقية وستجد الشركات العراقية بأنها في ورطة حقيقية خاصة وإن كانت مؤسسات حكومية قامت بهذه التعاملات والعراق سيقع تحت المطرقة وتحت الخسائر هذا هو الخطر الذي يأتي على العراق في ظل السيناريو الذي نتحدث عنه ومجلة بوليتيكو الأمريكية ثبتت هذا الأمر من النص الذي طلعت عليه ونشرته بشكل حصري بموجب النص المقترح يمكن للأوروبيين وغيرهم من غير الأمريكيين إجراء أعمال تجارية مع كيانات إيرانية منخرطة في معاملات مع الحرصة الثورية الإيرانية دون خوف من فرض عقوبات أمريكية بشرط أن لا يكون شركهم التجارية الأساسي مسجلا في سجل العقوبات الأمريكية هذا ليس الشرط الوحيد الذي كشف عن نص مسودة التي قدمت من الاتحاد الأوروبي من أجل العودة للاتفاقية النووية فالوالستريت جونال كانت قد كشفت حقيقة قبل البوليتيكو تفاصيل أخرى هي طلعت عليها بنفسها في 11 من أغسطس تقريبا قبل 72 ساعة من الآن عن نص آخر وهو النص الأخطر والنص المعترض عليه من جميع الأطراف وهو الذي يوقف التفاوض النووي بشكل عال للغاية المسألة مرتبطة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية التي اكتشفت في ثلاثة مواقع في الداخل الإيراني بأن هناك جزيئات لليورانيوم في داخل إيران وأن إيران لم تصرح عن هذه المسألة وعندما طلبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إجابات عن هذه المسألة إيران أجابت فعلا ووضعت إجابات ولكنها لم تكن مقنعة على المستوى الفني للوكالة الدولية للطاقة الذرية وعلى هذا الأساس كانت ودخلت المفاوضات النووية في جمود حقيقي والآن عادت للطاولة بسبب نص المسودة القادمة من الاتحاد الأوروبي الذي نتحدث عنه هذا النص الآن وما كشفته الولستريت جورنال بحسب اطلاعها طبعا قالت بأن الاتحاد الأوروبي الآن سيذهب إلى إيران مباشرة وطرح على إيران مسألة مهمة جدا أن تتعهد بوضع إضاحات ووضع إجابات كافية ووافية عن الثلاثة مواقع التي وضعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أسئلة عنها وأن تتعهد بهذه المسألة بكل التأكيد وإذا ما تعهدت إيران ووافقت على الإجابة على هذه المسألة فإن الاتحاد الأوروبي مباشرة سيتوجه إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية وسيبلغ الدول الموجودة الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويقنعهم دعونا الآن نعود للاتفاق النووي وننتظر الإجابات الإيرانية فالمسألة فنية وتحتاج إلى الوقت دعونا نكسب بعض الوقت ونكسب إيران بعض الثقة لكي تجيبنا على هذه المسائل وتنتهي هذه المشكلة ولكن أيضا هناك ثغرة في هذه القضية الثغرة تكمل في حقيقة أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حالة لم تقتنع بالإجابات المستقبلية بعد العودة للاتفاقية النووية من ما يأتي من إيران من إجابات فهذا يضع مرة ثانية الاتفاقية النووية تحت الخطر ومن الممكن أن يكون هناك إلغاء أو انسحاب من هذه الاتفاقية النووية السؤال الأهم هل ستكون هناك عودة أو لا متى سنسمع عن هذه الأنباء هذا هو السؤال الأهم بحسب مجلة بوليتيكو الأمريكية أكدت بأن يوم غد الخامس عشر من أغسطس هو الموعد الأخير الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لإيران وللولايات المتحدة الأمريكية للإجابة بنعم أو لا على النصين التي التي طبعا كشفت هما الوال ستريت جورنال وكذلك مجلة بوليتيكو الأمريكية هل سيكون هل ستكون الإجابة الأقرب بنعم أم بلا الواوح جدا بحسب المؤشرات من الجانبين بأنها ستكون بنعم على الأقل من أحد الدبلوماسيين الإيرانيين الذي صرح إلى وكالة إيرنا وثبتتها طبعا رويترز وكالة رويترز وقالت الآتي عن هذا الدبلوماسي ونقلت عنه قال إن اقتراح الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 يمكن أن يكون مقبولا إذا قدم ضمانات بشأن مطارب طهران الرئيسية وكذلك ديمقراطينا كشفت بأن الاتفاق قريب جدا من أن ينجح سيكون هناك نجاح متوقع للعودة للاتفاقية النووية وهناك ظروف مقنعة للطرفين للعودة إلى هذا الاتفاق النووي بالنسبة لإيران بالإضافة إلى مسألة العودة للاتفاق النووي وكسب الأموال من هذه المسألة كما تحدثنا 100 مليار دولار ستكسب من العودة للاتفاقية النووية والخلاص من العقوبات والضغوط هي ستعزز نفوذها في المنطقة بشكل كبير هي ستعزز نفوذها عن طريق تعزيز قوة أحزابها السياسية في الداخل العراقي مثلا وكذلك فصائلها المسلحة في الداخل العراقي ومن أجل مواجهة التحديات التي يتعرض لها النفوذ الإيراني بالتحركات التي نراها اليوم في الداخل العراقي من قبل التيار الصدري وبالتالي سيكون هناك دعما غير محدود من إيران لإبقاء نفوذها هنا وكذلك لتقوية نفوذها في الداخل السوري وكذلك إلى حزب الله اللبناني وأيضا لجماعة الحوثي على المستوى السوري هناك تقدم كبير في النفوذ الذي تتمتع به فهي بدأت تصنع صواريخا وطائرات مسيرة في غرب نهر الفرات من أجل تهديد شرق نهر الفرات والتواجد الأمريكي هذا الأمر كشف عنه المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم أمس ما الذي كشفه المرصد السوري لحقوق الإنسان يا ترى هو كشف تفاصيلا قادمة من مدينة الميادين التي ترونها هنا وفي هذه المدينة الفصائل المسلحة تحديدا وخاصة وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الحرس الثوري الإيراني بشكل خاص وبخبراء إيرانيين موجودين حول الميادين قاموا بعملية صناعة صواريخ متوسطة المدى وراجمات في مدينة الميادين وكان هناك اختبار لهذه الصواريخ باتجاه البادية بهذا الاتجاه بمناورة واضحة جدا في هذه المنطقة تحديدا وبالتالي الفصائل المسلحة أصبحت لديها قدرة على صناعة الصواريخ بإشراف من قيادات أو جنسيات إيرانية كما تحدث عنها المرصد السوري بكل تأكيد كذلك أن الشهر الماضي في السابع عشر من يوليو أيضا المرصد السوري لحقوق الإنسان كشف قضية مرتبطة بالطائرات المسيرة وكشف أن كانت هناك تجارب قادمة لطائرة مسيرة من نوع بابي ثلاثة انطلقت من الميادين أيضا بهذا الاتجاه الذي نذكره ويجب أن ننتبه أن هذه المناورة العكسية تعني أنها مناورة بسهولة تأتي باتجاه قاعدة وهذه القاعدة قاعدة حقل العمر النفطي الذي يتواجد فيه جنود أمريكيين طبعا تحت مظلة وتحت إطار التحالف الدولي دير الزور أربعة وعشرين أيضا كشف يوم أمس بأن هذه الفصائل المسلحة قامت بعملية أيضا لتحدي قوات سوريا الديمقراطية من مدينة القورية التي ترونها هنا تحديدا إلى اتجاه قرية طيانية بهذا الاتجاه وقاموا بإطلاق نار على إحدى الأرتال التابعة لقوات سوريا الديمقراطية واضح جدا هناك تحدي ليس بالسهل في هذه المنطقة وهو يوضح أيضا أن التقارير الكثيرة التي سمعنا عنها من المرصد السوري لحقوق الإنسان ودير الزور أربعة وعشرين وكذلك كل الوكالات التي تأتي من داخل سوريا التي ترصد العجلات أو الشاحنات التي تدخل عبر معابر غير رسمية من الداخل العراقي إلى الداخل السوري إلى ألبو كمال وإلى كل هذه المناطق واضح جدا بأنها أتت بأكلها وبدأت عملية صناعة الصواريخ والطائرات المسيرة نفوذ كبير مهم بالنسبة لإيران لا بد من الحفاظ عليه من خلال العودة لهذه الاتفاقية النووية كذلك الأمر بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية مهم فالعودة للاتفاقية النووية هنا هي لن تحقق فقط منع إيران من الوصول إلى القنبلة النووية ولكن الأمر الأهم هو الطاقة الإيرانية النفط الإيراني الغاز الإيراني ضخ هذه الطاقة الإيرانية إلى السوق والنفط الإيراني مهم للغاية لأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية في ظل أزمة الطاقة خاصة وأن الآن الرئيس الأمريكي وفي ظل الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن تمكن فعلا من عملية تخفيض التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية في إحصائية جديدة من 9.1% إلى 8.5% وهذا الأمر وعدد من الإجراءات التي تأتي من عدد من المشرعين الديمقراطيين عدد من الإجراءات التي قام بها أيضا جو بايدن على مستوى الداخلية الأمريكي ساعدته أيضا في عملية الحصول على أبروف الريتنج أعلى من الشعب الأمريكي وأقصد هنا مصادقة من الشعب الأمريكي أعلى وتعدى الآن الأربعين بالمئة وبدأ يرتفع شيئا فشيئا بعد خفاض كبير في فترة كبيرة للغاية عانى منها منذ اليوم والأول لرئاستي للولايات المتحدة الأمريكية كذلك أن الشعب الأمريكي والمصوطين الأمريكيين بحسب 538 وبعد 9 أشهر من سيطرة الحزب الجمهوري بحسب استطلاعات الرأي في الداخل الأمريكي مدة 9 أشهر كما نتحدث الشعب الأمريكي كله والمصوطين الأمريكيين كانوا يريدون الحزب الجمهوري أن يسيطر على الكونغرس الأمريكي الآن الحزب الديمقراطي يتقدم أحصائيات جديدة بـ 0.4% الديمقراطيين كما تلاحظون حتى الثالث عشر من أغسطس ارتفعوا بـ 0.4% أحصائيات جديدة أيضا على مستوى مجلس الشيوخ الأمريكي ارتفعوا أيضا الحزب الديمقراطي بنسبة 61% بعد أن كان الحزب الجمهوري هو المتقدم بنسبة 51% الآن بدأوا يرتفعون من أجل السيطرة طبعا على مجلس الشيوخ الأمريكي في انتخابات مرتقبة في نوفمبر القادم في الكونغرس الأمريكي الكل ينتظر هذه الانتخابات بالتالي الحزب الديمقراطي لديه مومنتوم لديه سرعة كبيرة جدا وتقدم بدأ يبني عليه وهناك بناء كبير جدا على ما جرى للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من اقتحام مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزله في فلوريدا ووجدوا عددا من الوثائق بدأت تظهر بعض التفاصيل منها في منزله وطبعا الاتهامات تذهب إلى دونالد ترامب بأنه نقل هذه الوثائق السرية والخطيرة من البيت الأبيض إلى فلوريدا وهناك التحقيقات وطبعا وزارة العدل الأمريكية وغيرها الكل يتحدث عن هذه المسألة التي على ما يبدو بأنها بدأت تضر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مسألة ترشحه لانتخابات عام 2024 وحتى الحزب الجمهوري على مسألة الانتخابات القادمة في نوفمبر القادم في الكونغرس الأمريكي إلى درجة أن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن وبمصادر مقربة وقبل 48 ساعة بحسب البلومبرغ الأمريكية تم الإعلام بأن الرئيس الأمريكي الحالي سيعلن عن حملته الانتخابية لكي يكون مرشحا في عام 2024 لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية بعد انتهاء انتخابات نوفمبر القادم في الكونغرس الأمريكي كذلك وبالتالي العودة للاتفاقية النووية الآن ستحقق الكثير في ظل هذه الإنجازات التي نتحدث عنها والأرقام ستزداد بشكل كبير لعدد من الأسباب الكبيرة والمهمة وهي القنبلة النووية الطاقة الإيرانية التي ستغير الكثير من الأرقام كما نتحدث الآن أيضا قد تغير بعض الأمور وقد تؤدي إلى تمكن الولايات المتحدة الأمريكية من منع التعاون الإيراني الروسي كانت هناك طائرات شحن تابع للحرس الثورية الإيراني قبل ثلاثة أيام ظهرت بهذا الشكل وهي تحلق ووصلت إلى موسكو وهذا التسجيل الخاص بهذه الطائرات من بويا إير وهي طبعا من خطوط الجوية لبويا التابعة للحرس الثورية الإيراني يوم أمس أيضا بحسب الفلاي تريدر 24 كانت هناك طائرة تابعة للحرس الثورية الإيراني شحن طبعا وطائرات شحن توجهت إلى موسكو مرة ثانية وهنا كما تلاحظون في الرابع عشر من أغسطس هي قد وصلت وكانت هذه الرحلة واضحة جدا في ظل اتهامات بتعاون إيراني مع روسيا في إرسال الطائرات المسيرة والسلاح وغيرها من هذه التفاصيل جو بايدن يبحث عن عملية إغلاقا لهذا الطريق السؤال الأهم هذه الاتفاقية ونص المسود الذي طرحته وطرحه الاتحاد الأورقي من أجل عودة المفاوضات النووية أو العودة للاتفاق النووي هل يعني بأنه تم بيع العراق والشرق الأوسط لإيران وأن إيران ستهيمن على الشرق الأوسط هذا الأمر اختلفت معه الأترانتك كونسل الأمريكية ووضعت الأسباب لهذا الأمر وقالت من الواضح أن أي من اللاعبين الإقليميين تقصد إيران والولايات المتحدة لا يملك القدرات الكافية لقيادة الشرق الأوسط بمفرده أن النموذج الإيراني ليس لديه ما يكفي من الجاذبية والقبول وأضافت لا يمكن لأي قوة إقليمية أو من خارج المنطقة أن تخلق نظام إقليمي مثالياً بناء على مصالحها في الشرق الأوسط يشير التاريخ إلى أن استمرار توازن القوى هو النتيجة المستقبلية الأكثر منطقية المسائلة التي كشفتها طبعاً مجلة بوليتيكو الأمريكية والوالستريت جونرل وتحديداً ما كشفته بوليتيكو الأمريكية عن أن أي شخص أوروبي وغير أمريكي يمكنه التعامل مع أي شركة إيرانية لديها تعاملات مع الحرس الثورية الإيراني أزعجت داخل الأمريكي كثيراً خبراء على سبيل المثال مثل جيسون بروتكي ونورمون رول انزعجوا تماماً من هذه التفاصيل ووجدوا بأنها مثيرة للسخرية خاصة وأن كانت هناك معلومات قادمة من مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدلة الأمريكية حول تهديدات من الحرس الثورية الإيراني لاختيال جون بولتن مستشار الأمن القومي السابق في البيت الأبيض ومايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكية السابق بـ 300 ألف دولار لجون بولتن ومليون دولار لاختيال مايك بومبيو كيف لك أن تتفق وأن تضع هذا الشرط الذي يمكن الحرس الثورية الإيراني من الوصول إلينا في الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق أشخاص غير أمريكيين أو أوروبيين في ظل هذه التهديدات التي تتحدث عنها هذا ورأي الخبراء الأمريكيين خاصة وأنهم يركزون تماما على ما جرى لسلمان رجدي المهدد منذ عام 1989 بالقتل تعرض إلى طعنات مؤخرا بما يقارب الأكثر من عشر طعنات الحديث عن 14 طعنة تعرض لها هذا الرجل والسؤال هنا والواضح جدا بالنسبة للغرب أنهم بدأوا يلاحظون الصحف الإيرانية مثل كيهان المقربة للمرشدة الأعلى الإيراني احتفلت بالطعنات لسلمان رجدي بعد كل هذه السنين ويوضح النفس الطويل لإيران في عملية رغبتها بالانتقام بل أن التهديدات واضحة لدونالد ترامب وبومبيو بأنهم سيلاقون نفس المصير بحسب التهديدات القادمة في الصحف الإيرانية بالتالي كيف لك يا بايدن أن تتفق مع إيران في ظل هذه التهديدات المستمرة من الحرصة الثورية الإيرانية وبالتالي جيسون براتكي وجد الآتي حتى بالنسبة لأولئك الذين يدعمون العودة إلى خطة العمل الشامل المشتركة يجب عليك أيضا دعموا سياسة أكثر قوة بشأن التهديدات غير النووية التي تشكلها إيران إنها الطريقة الوحيدة لإيئة صفقة مع إيران لتبقى على قيد الحياة تجاهل هذا الأمر سيؤدي إلى انهيار الدبلوماسية السؤال الأهم هل ستكون هذه الشروط كافية لإقناع الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يوم غد بالإجابة بنعم وكيف سيكون وضع منطقة الشرق الأوسط في ظل هذه الشروط التي كشفتها الولستريت جورنال وكذلك مجلة بوليتيكو الأمريكية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر